عمليات الجيش العربي السوري تستمر بمختلف المحاور في ضربات تلحق بالتنظيمات الارهابية مزيدا من الخسار مصدر عسكري اكد استهداف وحدات من القوات المسلحة بعض مواقع الارهابيين وتدمير احد مقرات القيادة لمتزاعميهما بمحيط مزرعتي فل والشماس بريف اللاذقية الشمالي ما ادى لمقتل اكثر من 15 ارهابيا وتدمير الياتهم واسلحتهم على محور الجنوب تم استهداف تجمعات الارهابيين وتدمير تحصيناتهم والياتهم في حي الكرك ومخيم النازحين ومحيطه بدرع البلد ومقتل وعصابات العديد من الارهابيين كما قضت وحدة من الجيش على معظم افراد مجموعة ارهابية شمال مقص الحجر في بلدة اليادودة بريف درع الشمالي في المنطقة الشرقي استهدفت وحدات الجيش تجمعات وتحركات الداعش الارهابي في جبل الثردة وعلى الساتر الشرقي لمطار دير الزور أوقعت قتل في صفوف الارهابيين كما تم تنفيذ رمايات مدفعية دقيقة على محاور ونقاط تسلل الارهابيين في منطقة الساتر الشرقي للمطار أدت إلى القضاء على عدد منهم وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم عمليات على امتداد جغرافيا الوطن تستمر وحدة من الجيش وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية كبدت تنظيم جبهة النصر الارهابي قتلى ومصابين في عملياتها على مواقع التنظيم الارهابي على محور حوش الديواني والسعن الأسود وحوش حجو وحوش جعفر كما دمرت مقرا لارهابي النصر في قرية حوش الظواهرة بريف حمص الشمالي اشتركوا في القناة